تطرح وزارة الإسكان 70 ألف وحدة سكنية منها 60 ألف إسكان اجتماعي لمنخفض الدخل و10 ألاف إسكان لمتوسط الدخل خلال شهر نوفمبر المقبل وضعت وزارة الإسكان خطة مكثفة للانتهاء من تسليم كافة الوحدات السكنية بمدن الجيل الرابع تنفيذ مجتمعات عمرانية متكاملة هو أبرز الجهود التي تبذلها الدولة متمثلة في وزارة الإسكان التي كشفت عن ملامح خطتها ومسارها خلال الفترة المقبلة ففي مطلع نوفمبر تطرح وزارة الإسكان 70 ألف وحدة سكنية منها 60 ألف إسكان اجتماعي لمنخفض الدخل و10 ألاف إسكان لمتوسط الدخل والذي يأتي ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين ويعد أول طرح إسكان اجتماعي للعام الجاري ويتذلك أيضا ضمن خطتها لمضاعفة الجزء المعمور من 7% إلى 14% ليسبق هذا الطرح توجه لتسليم كل الوحدات السكنية في الإعلانات السابقة اعتبارا من اكتوبر المقبل وذلك لمختلف المشروعات التابعة لوزارة الإسكان نهاية عام 2025 وتسليم أعداد كبيرة من الوحدات كل ثلاثة أشهر بحد أقصى كما كشفت الوزارة أيضا عن خطة مكثفة للانتهاء من تسليم كافة الوحدات السكنية التي تأخر التسليم بها في مدن الجيل الرابع بنهاية الصيف القادم وترح المزيد من الأراضي والوحدات ضمن مشروع بيت الوطن للمصريين بالخارج نهاية العام الجاري ومشيرة إلى وجود 38 مدينة جديدة تضعها الدولة في قمة أولوياتها وتعمل على خطة لخلق عوام الجذب لهذه المدن كما كشفت عن طرح مرتقب لصناديق استثمارية لتمويل المشروعات السكنية بطرق محفزة تتضمن خطة وزارة الإسكان تصورا جديد يخدم أبناء الوطن في المقام الأول حيث تتم اقتصار الطرح بنظام الدولار على الشركات الأجنبية وتوفير فرص استثمارية بشكل أكبر للشركات المصرية على أن يتم إطلاق منصة إلكترونية خاصة للشركات المصرية الأجنبية لإتاحة الفرص التثمارية بالدولار وفي هذا الإطار لم تنس الدولة متمثلة في وزارة الإسكان صغار المستثمرين لتتحدث عن تنصيقات لإتاحة طرح بعض قطع الأراضي الصغيرة في المدن والمحافظات بهدف خلق محور جديد وهو محور المستثمر الصغير والخاصة ببعض المساحات التي سيتم إتاحتها لصغار المستثمرين وفي إطار توفير حياة أفضل للمواطنين أعلنت وزارة الإسكان عن الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى بالكامل من مبادرة حياة كريمة خلال نهاية العام الجاري والتي اجتملت على 7400 قرية وأكثر من 3000 تجمع وتابع لتبدأ في أعقابها تنفيذ المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة والتي من المقرر الانتهاء من تنفيذها خلال ثلاث سنوات وتتضمن 1700 قرية ونجع في مختلف أنحاء الجمهورية جهود مكثفة تبذلها الدولة ولا زالت ويتضع نصب عينيها الارتقاء بالمواطنين بشكل يليق بالجمهورية الجديدة